مدينة تركيا تقرر إلغاء وحضر التجمعات والتخهيم وأي فعالية جماعية لمدة 15 يوم مرحبا أصدقائي وإياكم حارث المهندس بهذا الفيديو رح نتكلم على آخر القرارات اللي صدرت واللي تخص مرض فيروس كورونا في تركيا من ناحية أنه بعض المدن أعلنت عن حضر لبعض الفعاليات وكذلك نعرف الأرقام والأحصائيات الأخيرة لهذا المرض في تركيا وأيضاً في ناس الوقت رح نتكلم على آخر الأخبار اللي تخص السفر لبعض الدول خليكم مويان أولاً ولاية كونية أو قونية في تركيا قررت إلغاء وحضر أي فعالية اجتماعية أي تظاهرات أي تجمعات وأي اجتماعات رح يتم حضرها لغاية يوم 23 بالشهر وذلك بسبب زيادة الإصابة أو ارتفاع الإصابات بمرض فيروس كورونا في هذه الولاية أو في هذه المدينة بالنسبة للإحصائيات مرض فيروس كورونا آخر الأرقام اللي وصلت البارحة تم تسجيل 1649 حالة إصابة جديدة وأيضاً 56 حالة وفاة الله يرحمهم وتم يعني تسوهوا فحوصات تقريباً اليومية يسوهم فوق 113 ألف فحص ولكن تطلع إصابات جديدة هذا الشي خلى حالياً عدد الإصابات يجاوز 330 ألف حالة إصابة هذه الحالة الإصابات الكلية وهذه الإصابات مو في مدينة وحدة هذه متوزعة في أغلب المدن طبعاً وزير الصحة التركي صرح قبل يومين قال أنه كل المدن التركية تشهد حالياً انخفاض بمرض أو الإصابة بمرض فيروس كورونا ما عدا إسطنبول فهي باقي على نفسه وأيضاً رح أعدد لكم الأرقام مع معدل إشغال المستشفيات في كل ولاية من الولايات اللي شهدت ارتفاع بمرض فيروس كورونا في الفترة الأخيرة أول شي معدل إشغال الأسرة في أدنة هو 79% ومعدل إشغال جهاز التنفس الإصطناعي هي 30% أدنة من الأماكن أو من المدن اللي كانت بيها والحد الآن بيها إصابات مرتفعة في مارسين يبلغ معدل إشغال الأسرة 49% يعني تقريباً نصف الأسرة الموجودة في مارسين ومعدل إشغال العناية المركزة 65% معدل إشغال الأسرة في غازي عنتاب هو 58% ومعدل إشغال العناية المركزة هو 77% معدل إشغال الأسرة في غازي عنتاب هو 49% معدل إشغال الأسرة في غازي عنتاب هو 49% هذا معدل إشغال هذا يبين نسب وأرقام الأسرة الموجودة في كل ولاية أو في كل مدينة ويجب أن يكون مرضى فيها سواء كانت حالتهم خطيرة أو غير خطيرة بالنسبة بصورة عامة فنسبة إمتلاع الأسرة في تركيا هي 48% يعني تقريباً نصف أمكانية تركيا أو مستشفيات تركيا نصفها مشغولة وممتلئة بالمصابين بمرض باروس كورونا ومعدل إشغال الأسرة للعناية المركزية هي 68% و 31% هو معدل إشغال أجهزة التنفس أو الناس المحتوطين على جهاز التنفس هذه هي آخر الأرقام التي وصلت لها تركيا في هذه الفترة ويعني تعرفون إحنا سواء لفنا بهذا الموضوع قبل قلنا أنه قبل كانت الإصابات منخفضة ولكن حالياً رجعت ارتفات الخبر الوحيد المفرح في شغلة مرض باروس كورونا أنه وزير الصحة التركي قال أنه يوم الثنين أو الثلاثة راح يتم انتهاء تصنيع اللقاح وراح يتم إعطاءه لـ 44 شخص يعني راح يصنعون بالبداية ألف جراء حيطنهم لـ 44 شخص وراح يشون يعني يسون عليهم مثل يعني يشوفون شنو اللي راح يصيروا إياهم يسجلون كل شي راح يصير وإن شاء الله يا ربي تكون هاي بداية خير بالنسبة للموضوع السفر الحد الآن الأمور مثل ما هي ما تغير شي جديد السفر بين العراق وتركيا مزدود بصورة مباشرة فقط عن طريق الترانزيت ولكن العودة مفتوحة يعني الناس اللي يريدون يرجعون من التركيا للعراق فتقدرون تعودون بصورة طبيعية ماكو أي مشاكل ولكن ماكو سفر مباشر من العراق إلى تركيا وبالنسبة مثلا بين بيروت أو لبنان والعراق فتم إلغاء الحجر الفندقي حاليا ليكتفون فقط ببي سي آر الفحص مال بمرض بارس كورونا تجيبوا إياكم من بغداد أو من العراق وأموركم تكون تماما هذا الوضع بالنسبة يعني أغلب الدول ما تغير شي بالنسبة الدول العربية جزائر مغرب تونس يعني أغلب الدول ما تغير أي شي لحد الآن ننتظر ونشوف بلكة إن شاء الله بالأيام قاد ما يصير تغير ولينا لنتاعي فيديو اليوم أتمنى إن شاء الله يكون يا ربي استفاديتم من عندي أهم شي أكيد ما تنسون تنورونا وتنضموا لي القناة وتشتركوا بالقناة وأي شي تحتاجون أي سؤال أو استفساراتكم كتبوا ليها بالتعليقات وأنا أكيد إن شاء الله أجاوبكم عليه خليكم في بيوتكم حافظة على نفسكم ويا رب نشوفكم بالفيديو الجاي موسيقى